أعلم بحضراتكم من جديد عندي كلام مهم جدا في هذه الفقرة وبتتكلم على أكتر من شق وأكتر من جزء أولا الجزء المحلي هنتكلم على الموسم السنة وإزاي الأهلي بيستعد للفترة اللي جاية خلاص هنتكلم باقي ثلاث أسابيع على نهاية الدورة ولكن الأهلي كان واخد قرارات من حوالي أكتر من شهر وأعتقد الكل وقتها فيه من الأهلي بالنسبة للموسم ده منتهي أيا كانت النتائج وأيا كانت الأحداث حتى المتلاحقة خلال الموسم الحل إن التوقيت اللي اتخذ فيه قرارات أو مجلس دارة الأهلي خد فيه قرارات متعلقة باستكمال الموسم باللعبين العائدين من الإصابة ولعبي قطاع الناشرين أعتقد كانت رسالة واضحة جدا للجميع بلا استثناء أن الموسم السنة دي رغم أن أنا كنت منافس على الدورة وقتها ورغم أن اللي كانت لسه فيه مباراة متبقية أكتر من عدد النقاط ما بينه وبين الفريق المتصدر لكن كانت واضحة جدا إن الموسم السنة دي كانت فيه حاجات كتير غلط فبالتالي مش هشارك في المسرحية دي لغاية نهاية الموسم بالشكل اللي انتوا شايفينه طبعا النتائج بعد كده تغيرت يعني لجنة الحكام بعد كده ما كملتش ورئيس اللجنة مشي والحكام حتى كلهم بلا استثناء دلوقتي لو سألتم يقولك احنا الحمد لله دلوقتي مستوانا بقى أفضل وبقى عندنا أريحية وبنلعب مباريات وبندير مباريات على المستوى التحكيمي بشكل أفضل ده أنت لو سألت الحكام نفسه ما يقولك كده فبالتالي ما بالك بقى بالأندية اللي كانت بتتعرض لي كوارث تحكمية في الفترات السابقة وبالتالي أيا كانت نتيجة المسابقة في النهاية الآن كان عايز يوصل رسالة للجميع إن أيا كانت النتائج في الفترة اللي جاية أنا الموسم ده بالنسبة لي انتهى وقفلته وبستعد للفترة اللي جاية سواء فزت بالدوري أو ما فزتش بالدوري لأن الشكل العام كان كله رايح في إطار مصرحية هزلية أنا مش هشارك فيها أكتر من كده أخطاء متكررة الأخطاء كلها في صف نادي واحد ضد الثاني أهداف بتحسب ويطلع رئيس اللجنة كان أكتر من المرة يعاند ويكابر يقولك لا ما فيش أخطاء تحكمية لدرجة حتى أنه طلع على الحكم الأجنبي وقال الحكم الأجنبي أخطأ في مباراة القمة رغم من كل أشاد بالإمكانيات وقدرات الحكم الأجنبي اللي جي قدر مباراة القمة في الفترة السابقة وبالتالي انتهى الموسم آه كانت فيه أخطاء كانت فيه بعض السلبيات والنادي الأهلي معاود جماهيره أنه حتى لو فقد بطولة أو اتنين بيقدر بسرعة يشوف أخطاءه ويدرس كل المشاكل اللي حصلت في السنين السابقة وإزاي يقدر يتخطى هذه المشاكل في السنوات القادمة النادي الأهلي علمنا كده والتاريخ علمنا كده ممكن نفقد بطولة البطولة اللي الكل كان موقتها بيقولك البطولة مش قوية دلوقتي البطولة بقت قوية هدو بالك بس انتم من الشيزوفرينيا المفاهيم اللي بتتقلل جماهير في السوشيال ميديا أو حتى عبر بعض وسائل الإعلام لما تفز بالبطولة أصلها بطولة مش قوية لما تخسر البطولة دي أعظم بطولة في التاريخ سواء في أفريقيا سواء في الدوري ده الكلام ده بيتقل من سنين حتى كاس العالم للأندية البطولة اللي بتتلاقي بتاعته إشراف الاتحاد الدول وقيمتها ومكانتها وقيمة جوائزها وعدد المشاركين فيها وحضور أكبر المسؤولين عن القرى في العالم وصلت في فترة من الفترات إن هي بطولة شرفية لما قلت بتقول على الأهل تالت العالم كان يقول لك لا أنت مش تالت العالم فما علينا يعني مش هندق على التفاصيل دي لأن الناس خلاص بقت عارفة المفاهيم اللي بتحاول بعض الناس اللي بتوصلها لها من السوشيال ميديا إيه الهدف منها وإيه الغرض منها لكن الناس كلها عارفة قيمة ومكانة البطولات اللي بيفوز بيها الأهلي في السنوات السابق طيب في أخطاء حدثت في الفترة السابق أكيد هيتم تلافيها الفترة اللي جاي عندك فترة انتقالات سيفية هتبدأ إن شاء الله من شهر 9 والسنة الجاية أعتقد هتبقى فيها ظروف أفضل من السنة اللي فاتت لأن السنة الجاية هتبدأ البطولة الإفريقية والبطولة المحلية يمكن في توقيت قريب من بعضه البطولة المحلية هتبدأ 15-10 البطولة الإفريقية دور الأبطالة هيبدأ إن شاء الله يوم 7-10 وبالتالي يعني التوقيت قريب من بعضه وبالتالي تبدأ الموسم بالقايمة اللي هتخد بيها منافسات الفترة اللي جاية مش محتاج بقى تستنى على لعيبة تمشيها في يناير ولا تأيد أكبر عدد من اللعيبة لا أتقدر تعمل صفقاتك وتعمل فترة انتقالات تجايدة الفترة الجاية إن شاء الله عشان تعمل قايمة تستعد بيها للموسم اللي جاي بإذن الله